لم يعد خافياً أن جواً من الانتعاش السياسي يخيم على العلاقات السعودية اللبنانية بعد فترة من الجفاء واللا مبالات وإدارة المملكة ظهرها للاستحقاق الرئاسي في شباط الماضي أعلنت المملكة رسمياً وقف تسليح الجيش اللبناني الذي كانت قد خصصت له ثلاثة مليارات دولار أمريكي يستفيد منها لبنان أسلحة تشترى من فرنسا والسبب وفق ما ذكرت الرياض مصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية ومناهضة لبنان للمملكة في المحافل الدولية لسيما في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي حيث لم يعلن لبنان إدانته للاعتداءات على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد الهبة مثل ما بتعرفه وان هي وزمدت وفي خضم الجفاء السعودي ظهر الحريري حاملا مبادرته الرئاسية الحكومية وحيدا وسرعان ما بركتها الرياض بعدما تيقنت نجاحها فأوفدت إلى بيروت وزير الدولة ثامر السبهان أعقبه اتصال تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز برئيس الجمهورية ميشيل عون فزيارة القائم بالأعمال وليد البخاري لوزير الخارجية جبران بسيل واليوم ومع كثرة الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس عون للسعودية بعد نيل الحكومة الثقة يعود الهمس في إعادة تحريك هبة المليارات الثلاثة هناك تحرك سعودي حثيث بالواقع لإعادة العلاقات الحميمة التي كانت قائمة بين البلدين وفقا لمعلوماتي أن السعودية بالواقع هي التي تقدمت بطلب إلى الشركات الفرنسية لصنع هذا السلاح لصالح الجيش اللبناني يعني اللبنانيون نحن حضرنا اللوائح بعد نقاش طويل مع الفرنسيين وأرسلنا هذه اللوائح إلى السعودية والسعودية هي التي تعهدت وطلبت هذه الأسلحة والذقائر ودفع السعودية فعليا يعني وفقا لكل معلوماتي ما يقارب 700 مليون دولار من حال من 8 هذا السلاح هناك بعض هذه الأسلحة التي أوصت عليها السعودية لصالح لبنان شحنت من الصانعين في فرنسا إلى السعودية والسعودية وضبطها بانتظار أن تقرر ماذا تعمل بها إذا كانت محاربة الإرهاب أحد الدوافع وراء هذه الهبة ووقفها بسبب تدخل حزب الله في سوريا فهنا يتساءل المراقبون هل توقف حزب الله اليوم عن التدخل في سوريا لتسلك الهبة مجددا طريقها التي تعثرت بعد وعود دارين دعبوس قناة الجديد